السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى أن تكونوا بأحسن حال مرحبا بكم مجددا في حصة من حصة الدعم والتقويم للأسبوع الخامس اليوم سنقوم بحصة دعم التطبيقات الكتابية نبدأ على بركة الله لدينا في حصتنا اليوم مجموعة من التمارين التطبيقية سوف نقوم بشرحها والإجابة عليها بشكل جماعي وسنصححها جماعيا انتبهوا معي من الأفضل أن تأخذوا دفترا وقلبا أو لوحة وتبشورا أو فقط اكتفوا بالإجابة بشكل ذهني نبدأ على بركة الله مع التمارين الأول قبل أن أطرح السؤال لاحظوا معي هذه الخنات الثلاث مكتوب لدينا اسم فعل حرب اسم فعل حرب من يذكرني بماذا نقصد باسم فعل حرب؟ كيف يمكن أن نميز الفعل عن الاسم عن الحرب؟ فكروا قليلاً ما قد سبق وأنجزنا هذه الدروس وسبق وشرحناها بشكل جيد حاولوا فقط التذكر؟ نعم، جيد الاسم يقصد به أسماء الأشياء سواء أكانت كائنة حياء أو جماد ويتميز الاسم بأنه يمكن تصرفه بين المفرد والمثنى والجماع جيد؟ هذا فيما يخص الاسم في حين أن الفعل يعبر عن حركة ويقبل التصريف في ثلاث أزمنة الماضي والمضارع والأمر ويقبل أيضاً التصريف في الضمائر هذا فيما يخص الفعل أما الحرف يمكن اعتباره بدون معنى ويمكن أن يتكون من حرف واحد مثال بي أو لي أو حرفين أو ثلاث أحرف مثال إلى واضح؟ إذن هذا هو الفرق أو كيف يمكن التمييز بين اسم، فعل وحرف وللتذكير أيضاً هذه هي أقسام الكلمة الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاث أقسام إما تصنف كإسم أو كفعل أو كحرف الأمر واضح؟ جيد نمر الآن إلى السؤال السؤال يقول أدريش في الجدول لدينا مجموعة من الكلمات ست كلمات مختلفة قوموا بتصنيفها هل هي اسم أم فعل أم حرف سأقرأ ذهب ذهب أحمد على مكتب من أكل أعيد ذهب أحمد على مكتب من أكل لدينا ست كلمات المطلوب منكم هو تصنيفها حسب نوعها هل هي اسم في الحرف فكروا بشكل ذهني أو خدوا قلماً ودفتراً أو لوحةً وتبشور وقوموا بالإجابة قليل من التفكير ركزوا قليلاً نعم سنبدأ ذهب هل هي اسم في الحرف هل ذهب لها معنى هل تعبر عن اسم شيء أم تعبر عن حركة هل تقبل التحويل في المفرد والمثنى والجامع كي نصنفها اسم أم أنها تقبل التصريفة في الأزمنة بنعتبرها فعل فكروا جيداً ذهب نعم سنجيب ذهب هي فعل ذهب فعل لأنه يمكن تحويله عبر الأزمنة ماضي أو مضارع أو أمر نقول ذهب يذهب إذهب ويمكن أيضاً تصريفه في الثمائر أنا ذهبت أنت ذهبت أنت ذهبت إلى آخره في حين أن الاسم لا يقبل هذا الأمر نمر للكلمة الثانية أحمد هل تقبلوا أحمد التحويل في الأزمنة؟ فكروا جيداً هل تقبلوا التحويل في الدمائر؟ بالإجابة على هذا السؤال يمكنكم تصنفها بشكل صحيح هي اسم في الحرف دعم أظنكم قد حصلتم على الإجابة الصحيحة أحمد اسم أحمد اسم اسم شخص أو اسم علم نمر للكلمة الثالثة على على هل لديها معنى؟ هل تعبروا عن حركة؟ هل تعبروا عن اسم الشيء؟ على أين يمكن أن نصنفها؟ على هل هي اسم؟ فعل حرف جيد على حرف ليس لها معنى إلا عندما تكون ضمن جملة مفيدة نمر للكلمة الثالية مكتب لاحظوا معي مكتب مكتب فكروا جيداً مكتب هل تقبلوا التحويل في الأزمنة؟ بالإجابة على هذا السؤال يمكنكم تصنفها بشكل جيد مكتب هي جيد مكتب اسم مكتب يمكن تصنفه باسم يمكن تحويله من مفرد أو مثنى أو جمع مكتب مكتبين مكاتب في حين أنه لا يقبل التحويل في الضمائر لا نقول أنا مكتب أنت مكتب إلى آخره هذا يعتبر أمراً خاضئاً لأن مكتب اسم نمر للكلمة الموالية مينة مينة اسم في الحرف الأمر أصبح سهلاً الآن مينة جيد مينة حرف نفس الشيء ليس لها معنى إلا عندما تكون ضمن الجملة مفيدة أكل أكل واضح الآن أكل نعم هي فعل أكل فعل أعيد الأسماء هي أحمد مكتب الأفعال ذهب أكل ذهب وأكل ويعبراني عن حركة عن فعل عن شيء وقع حرف لدينا على ومينة واضح دون أن الأمر أصبح واضح الآن قوموا بالتصحيح ونمر إلى التمرين الثاني التمرين الثاني يقول وحول الجملة التالية أنا نظفت غرفتي أنا بصفتي متكلم نظفت غرفتي قوموا بتحويل هذه الجملة عبر الضمائر التالية أنت أنت هو هي أنت أنت هو هي أنت تخص المخاطب المفرد مذكر أنت مخاطب مفرد مؤنت هو الغائب المذكر مفرد وهي الغائبة مفرد واضح أعيد أنت أنت هو هي والجملة هي أنا نظفت غرفتي أنا نظفت غرفتي ماذا سنقول أنت لاحظوا معي جيدا الجملة بالنسبة للتغييرات لتوضيح أكثر سوف تقع التغييرات على التا بصفتها متحركة وعلى الياء في الأخير والتي هي ياء المتكل أنا نظفت غرفتي ماذا سنقوم في أنت فكر جيدا وحاول الإجابة إما عن طريق الكتابة أو فقط بشكل ذهني فكر جيدا قليل من التركيز نعم أنا نظفت غرفتي أنت نعم جيد أنت نظفت غرفتك أنت نظفت غرفتك إذن لاحظوا أن التاء فوقها ضمة تحولت إلى التاء فوقها فتحة وياء المتكل تحولت إلى كاب مخاطب أنا نظفت غرفتي أنت نظفت غرفتك أنت فكروا جيدا أنت ماذا سنقول أنت أنت نعم أنت نظفت غرفتك أنت نظفت غرفتك تحولت التاء فوقها ضمة إلى تاء فتحة كسرة وياء المتكل تحولت إلى كاب مخاطب أيضا أنا نظفت غرفتي أنت نظفت غرفتك أنت نظفت غرفتك فكروا في هو وهي الأمر يختلف قليلا لكنه يبقى في نفس درجة يعني السهولة أمر بسيط جدا هو هي ماذا سنقول هو هي نعم هو نظف هو نظف غرفته هو نظف غرفته بالنسبة بالنسبة نعم هي نظفت أضفنا تاء التأنيت هي نظفت غرفتها هي نظفت غرفتها نمر الآن للتمرين الثالث أختار كلمة من كل مجموعة تبه جيدا أختار كلمة من كل مجموعة وأركب ثلاث جمل فيها مفيدة لاحظوا معي جيدا لدينا ثلاث مجموعات من الكلمات المجموعة الأولى بها مجموعة من الأفعال ثلاث أفعال باع استقبلت راجع أعيد باع استقبلت راجع أفعال الخانة الثانية بها كريم نهى الفلاحون ثلاث فاعل كريم نهى الفلاحون المجموعة الثالثة بها دروسه القمح أصدقاءها دروسه القمح أصدقاءها انتبهوا جيدا لتفهموا المطلوب سوف نقوم باختيار كلمة من كل مجموعة فضح وسنحصل في الأخير على ثلاث جمل فعلية مفيدة الأمر واضح سأعيد الشرح بدين ثلاث مجموعات المجموعة الأولى بها أفعال راجع استقبلت باع المجموعة الثانية بها فاعل كريم نهى الفلاحون المجموعة الثالثة بها مفعول به دروسه القمح أصدقاءها اختاروا كلمة من كل مجموعة للحصول على ثلاث جمل مفيدة مثلاً سأبدأ بالفعل باع هل سأقول باع كريم باع نهى باع الفلاحون أيهما الأصح؟ أو راجع كريم راجع نهى راجع الفلاحون حاولوا التنصيق بين الكلمات للحصول على جملة فعلية ومفيدة بطبيعة الحال خذوا خلماً ودفتر أو فقط أجيبوا بشكل ذهني وحاولوا البحث عن الجمل الثلاث قليل من التركيز نعم كما قلت المجموعة الأولى بها أفعال مجموعة ثانية فاعل المجموعة الثالثة مفعول به سنبدأ بالجملة الأولى باع الفلاحون القمحة أخذنا الفعل من هذه الخانة الفاعل من الخانة الثانية والمفعول به من الخانة الثالثة وحصلنا على جملة فعلية مفيدة ذات معنى وهي باع الفلاحون القمحة قوموا بنفس الأمر للبحث عن الجملتين بشكل سريع نعم اختاروا مثلا استقبلت وبحثوا لها عن فائل مناسب هل نقول استقبلت نها استقبلت الفلاحون فكروا قليلا إذن الجملة الثانية هي استقبلت نها أصدقاءها استقبلت نها أصدقاءها واضح؟ والجملة الثالثة أصبحت واضحة الآن الفعل المتبقي هو راجع الفاعل هو كريم والمفعول به درسه راجع كريم درسه أظن أن السؤال كان واضحا أتمنى أن تكون قد أجبتم عليه بشكل صحيح نمر الآن بالتمرين الرابع التمرين الرابع يقول وحول الجملة كما في المثال لدينا مثال وهو نجح كريم في الامتحان حولناها إلى كريم ناجح نجح كريم في الامتحان حولناها وأصبحت كريم ناجح لاحظوا معي أخذنا الفاعل وحولنا الفعل من نجح إلى ناجح هذا هو المثال الأول قوموا بنفس الأمر بالنسبة للجملة التالية صدقت مريم في كلامها صدقت مريم في كلامها الجملة التانية لعب مروان الكرة لعب مروان الكرة الجملة التالية كتب علي قصة كتب علي قصة قوموا بنفس الأمر كما وقع في المثال لاحظوا أخذنا الفاعل وكتبناه نجح كريم كريم ناجح نفس الشيء بالنسبة لفطقة مريم لعب مروان كتب علي قاولوا التفكير تمرين بسيط جدا يمكنكم طلب المساعدة من أحد أفراد الأسرة لتطبيق نفس الأمر كما وقع في المثال وعيد نجح كريم في الامتحان تحولت إلى كريم ناجح صدقة مريم في كلامها ستصبح مريم صادقة مريم احتفظنا بنفسه فاعل مريم صادقة الجملة الثالثة لعب مروان الكرة ستصبح سقير قليلا نعم مروان لاعب كتب علي قصة أظن أن الأمر أصبح سهل الآن يمكنكم كلكم الإجابة بشكل صحيح ماذا سنقول كتب علي قصة ماذا سنقول نعم علي كاتب علي كاتب كانت هذه نهاية التمرين الرابع سأعيد قراءة الأمثلة نجح كريم في الامتحان كريم ناجح صدقة مريم في كلامها مريم صادقة لعب مروان الكرة مروان لاعب كتب علي قصة علي كاتب نمر الآن للتمرين الخامس وعبروا عن كل صورة بجملة اسمية أو جملة فعلية لدينا صورتين معبرتين حاولوا التعبير عما تلاحظونه إما بجملة اسمية أو بجملة فعلية لكم الاختيار وللتذكير الجملة الفعلية هي الجملة التي تبتدئ بفعل وقد شرحنا سابقا ماذا نقصد بالفعل وكيف يمكن أن نميزه من بين أقسام الكلمة الأخرى كما قلت الجملة الافعلية هي التي تبتدئ بفعل وبطبيعة الحال يليه فعل أما الجملة الإسمية فهي التي تبتدئ بإسم واضح الجملة الفعلية تبتدئ بإسم بفعل والجملة الإسمية تبتدئ بإسم حاولوا التعبير عما تلاحظونه في الصور حاولوا البحث عن أسماء هذه الأشياء الموضحة في الصورة حاولوا التعبير عن نوع الحركة التي يقومون بها وابحثوا عن جملة فعلية أو إسمية المهم أن تكون مفيدة وذات معنى وتعبر عن ما تلاحظونه في الصورة جملة إسمية أو جملة فعلية لكم الإختيار قليل من التفكير لاحظوا الصور جيدا يمكن أن نقول أنه طفل ولد تلميذ كلها إجابة صحيحة يمكن أن نقول أنه يكتب ينجز يصحح واضح بالنسبة للصورة الثانية ما إسم هذا الحيوان يبحثوا عن إسم هذا الحيوان يمكن القول بأنه يبتسم صحيح يتسلق صحيح يمسك بغصم كلها يعني كلمات صحيحة المهم إبحثوا عن جملة مفيدة سواء كانت إسمية أو فعلية تعبر عما تلاحظونه في الصورة نعم إذن الجملة الأولى يمكننا أن نقول ينجز الولد التمارين ينجز الولد التمارين هذه جملة فعلية لأنها تبتدئ بكير الولد ينجز التمارين جملة اسمية لأنها تبتدئ بإسم كلها الجملتين صحيحتين وتعبران الصورة بشكل جيد ينجز الولد التمارين الولد ينجز التمارين جملة بنفس المعنى حاولوا القيام بنفس الأمر بالنسبة للصورة الثانية حاولوا البحث عن جملة فعلية تبتدئ بفعل يمكن أن نقول يمسك يتسلق يبتسم ينظر هذه كلها أفعال تناسب الصورة أو ابحثوا عن اسم يمكننا القول بأنه قرد نعم هذا الحيوان اسمه قرد أو يمكن أن نقول حيوان واضح لكم الحرية في استخدام الكلمات المناسبة المهم أن تكون مفيدة وتعبر عن الصورة إذن الجواب هو يمكننا القول يتسلق القرد الشجرة جملة فعلية لأنها تبتدئ بفعل القرد يتسلق الشجرة جملة اسمية لأنها تبتدئ باسم كانت هذه نهاية حصة لليوم وقبل أن أودعكم أريد أن أذكركم مرة أخيرة بمجموعة الضروس التي قمنا بذكرها اليوم تكلمنا عن أقسام الكلمة وللتذكير الكلمة تنقسم إلى ثلاث اسم فعل حرف وقد سبق ووضحنا الفرقة بين كل صنف وكيف يمكن التمييز بينها تحدثنا أيضا عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية الجملة الاسمية هي التي تبتدئ باسم والجملة الفعلية هي التي تبتدئ بفعل ووضحنا الفرق وكيف يمكن التمييز بينهما وأيضا بعض العناصر كمثال الجملة الفعلية لا بد لها من أن تتوفر على فاعل ويمكن أن تنتهي بمفعول به أو بجارو مجرور في حين أن الجملة الاسمية تبتدئ باسم ويسمى بالمبتدأ في حين أن بقية الجملة يسمى بخبر تكلمنا أيضا عن تحويل جمل عبر ضمائر المفرد وهي أنت أنت هو هي كما سبق وقلنا أنت هي للمتكلم مفرد مذكر أنت متكلم مفرد مؤنت هو غائب مفرد مذكر هي غائب مفرد مؤنت وصلنا إلى نهاية حصتنا أعزاء الصغار أتمنى أن توقعوا في صحة جيدة وألقاكم إن شاء الله في حصة مقبلة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة